نضم إلينا في الستوديو في بث حي ومباشر الناشط السياسي والاجتماعي المحامي يوسف جمعة أهلا ومرحبا بك يوسف جمعة تحياتي لك أستاذ شحادي ولجميع المشاهدين لنبدأ من حيث انتهيت مع النائب السابق جمعة الزباركة سألت هل برأيه هذه الحكومة الجديدة العتيدة التي سيتم تصويت عليها ستصمد طويلا أم لا بتقديرك من الصعب جدا التكهن من الآن سننتظر حتى يتم عرض جميع الاتفاقات الاتلافية التي وقع عليها رؤساء الأحزاب التي ستشكل الحكومة لأنه من وجهة نظرنا وطبعا حسب القانون هذه الاتفاقية يجب عرضها على الكنيسة 24 ساعة قبل تصويت لمنح الثقة للحكومة هذه فعند عرض الاتفاقيات أو اتفاقات الاتلاف ممكن سياغة برنامج لهذه الحكومة ورؤية ما هي الأهميات التي ستوليها هذه الحكومة خلال عملها في السنين القادم طبعا النقطة الفيصالية راح تكون والجميع ينتظر الاتفاق الاتفاق ما بين الموحدة القائمة الموحدة وما بين يائر لبيد وبينيت لأنه هذه الاتفاقية على الرغم من أنه احنا سمعنا تصريحات من القائمة العربية الموحدة بموضوع الميزانيات التي رصدت الاعتراف في كرة غير معترف فيها في النقب رصد ميزاني لمكافحة الجريمة والعنف رصد ميزانيات لموضوع التربية والتعليم سمعنا عن هذه النقاط والبنود في الاتفاقية ولكن سننتظر حتى نرى هذه الاتفاقية أيضا هناك يعني رح يكون فترة جدا مهمة وحرجية جدا في موضوع حتى بعد إبرام هذه الاتفاقيات إلى أي مدى ستقوم هذه الحكومة بتنفيذ وتطبيق هذه البنود نحن شفنا أنه في السياسة الإسرائيلية كان فيه اتفاق ما بين غانتز اللي هو كان قائد جنرال في الأركين الجيش وبين نتنياهو وشفنا أنه في نهاية المطاف هذا الاتفاق لم يخرج إلى حيز التنفيذ يعني الأمور جدا مبهمة الأمور جدا مركبة ألا ترى بأنه أنت ذكرت الاتفاق بين بين بني جانس وبين نتنياهو ألا ترى بأنه على الأقل لحد الآن يعني نفتالي بينت ويعيد لبيد يسيطران على زمام الأمور ما فيش مش قاعدين بنسمع عن تسريبات من غرف المفاوضات مش قاعدين بنسمع مواجهات ما بين مركبات الحكومة على الأقل لديك يعني ليبرمان ميراف مخايل هذولا مش شخصيات اللي ممكن تسكت بسهولة على أمور في فرق ما بين ما كان لدى جانس ونتنياهو ما بين الآن ما بين نفتالي بينت ولابيد وباقي الشركاء صحيح جدا أن الأمور تتم في مهنية وفي سرية تامة ولكن علينا أن نلاحظ المصطلحات التي يستعملها يائير لبيد وبينت ما بينت يستعمل حكومة الوحدة الوطنية يائير لبيد يستعمل في بعض الأحيان حكومة الوحدة الوطنية وبعض الأحيان حكومة التغيير شو بقدر أفهم أنا بالفرق؟ هناك فرق شاسع حكومة التغيير المقصود منها تغيير النظام الحالي وهناك بعض السياسيين ومن يعمل في هذا السلك وصف حكومة نتنياهو بمصطلح سياسي أوتوكراتيا أوتوكراتيا هو مصطلح سياسي يتحدث عن حكومة الشخص الواحد يعني هنا شفنا أنه في كل هالفترة اللي سابقة التصريحات كانت تخرج فقط من نتنياهو ما شفنا أي تصريحات من الوزراء اللي عنده شفنا أنه غالب أغلبية الكرارات كانت تصدر من وبإعاز وبدعم من رئيس الحكومة نتنياهو فهون المصطلحات اللي كاعدين باستعملوها على مستوى السياسي المحلية هي مصطلحات إحنا كأقلية عربية فلسطينية في الداخل علينا أن نتابعها ونتركبها بشكل دقيق جدا حكومة وحدة وطنية اللي بيستعملها أكثر بنت ونحن بنعرف مين بنت بنعرف شو الأجندة تبعته بنعرف شو الإديولوجيا وشو الفكر الصهيوني المتطرف الموجود عنده فيه من ناحية ثانية إذا كمان بنشوف أنه ميرانف ميخايل حزب العمل كمان كانت تستعمل أكثر حكومة التغيير أنه احنا بننا نغير النظام مما لا شك فيه أنه هناك بنود عريضة تم الاتفاق عليها وأيضا تم تصريح من قبل بعد مركبي هذه الحكومة مثل لبرمن كمان بنى التحدث عن هذا الموضوع في موضوع أنه أكثر هذه الحكومة رح تعتني في المسائل والمشاكل المدنية أكثر مثل محاولة الإصلاحات في جهاز الصحة محاولة الإصلاحات في جهاز التربية والتعليم بناء أكثر مستشفيات تقديم خدمات اجتماعية يعني النقاط الأساسية التي تم الوصول إليها بين جميع مركبات هذه الحكومة هي أكثر سيغلب عليها الطابع المدني الاجتماعي الخدماتي من الأمن السياسي ولكن هذا تصريح والأيام ستكشف لنا في المستقبل حيثيات الأمور أريد أن أصلت الدول الآن على أحد مركبات هذه الحكومة وهي القائمة العربية الموحدة أمس في مشهد غير مسبوك في تاريخ السياسة الإسرائيلية يجلس رئيس قائمة عربية رئيس حزب عربي على طاولة تضم مركبات حكومة جديدة كمواطن عربي أنتك ناشط سياسي واجتماعي كيف تقرأ هذه الصورة؟ بداية بموضوع القائمة العربية الموحدة هناك من قال أن هذا نهج سياسي جديد أنا لا أسمي هذا نهج سياسي جديد نرى الآن على الشاشة جانب من الجلسة التي كانت في الأمس صحيح أنا شاهدتها بالأمس عادة نهج سياسي يكون نهج مجرب ومعروف شو نتائجه ولكن أنا أعتبر بأن ما يكون أو ما تكون به القائمة العربية الموحدة هو طريقة سياسية لعبة سياسية جديدة اللي ما كانش لها تجربة ونحن لا نعلم ليست مجازفة في هي مجازفة هي خطوة جدا جريئة طلع إحنا لا شك أنه الأوضاع أوضاعنا كأقلية فلسطينية في الداخل داخل هذه البلاد هي أوضاع جدا معقدة هناك من يطالب ويناشد وينادي أن لدينا ثوابت وطنية ثوابت دينية ثوابت أخلاقية لا ممكن ولا بأي حال أن نستغني عنها وهناك من يقول أن نحن سنحافظ على هذه الثوابت الدينية والوطنية والقومية ولكن سوف نحاول أن نكون في جزء التأثير يعني سنكون داخل الحكومة كمواطن عربي الانكسام السياسي في الداخل هو صحي جدا للمجتمع العربي يعني إحنا ما بصير أنه كل إيتنا نروح نكون تابعين للقائمة العربية الموحدة نبني كل آماننا وتوقعاتنا مع القائمة العربية الموحدة وإحنا ما بنعرف المستقبل شو بخبه يعني صراحة إذا القائمة العربية الموحدة فشلت في الطريق السياسي الجديد لإلها هذا سيشكل خطر على كل تمثيل الأعضاء العرب داخل الكنيسة يعني سأرح يقول للناس أنه الأعضاء العرب في الكنيسة اللي هم مثل الجبهة والحزب الشيوعي والتجمع وأيضا العربي للتغيير التزموا وبقيوا في المعارضة والقائمة العربية الموحدة فاتت وألفت وشكلت الحكومة ودعمت الحكومة وبنهاية المطاف خرجت من دون أي رصيد فسيكون للمواطن العربي خيبة أمل كبيرة مما سيؤدي إلى عدم اجتياز نسبة الحسم ولا لأي طرف من الأطراف ماذا بالقائمة المشتركة في ذلك الحين يمكن أن تقول القائمة المشتركة أنتم خذلتمونا أو لم تعطونا القوة اللازمة ونحن كنا بهذه القوة سنسكتنا صحيح ولكن القائمة العربية والقائمة المشتركة ونحن لم ننسى أن القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية كانت من أحدى مركبات هذه القائمة المركبات الأساسية المركبات الأساسية وعلى مدار سنين سابقة ولم يكن هناك إنجازات فعلية يعني سمعنا الأخ جمعة زبارك يتحدث عن قرار الحكومة 922 رصد 15 مليار تشيكل للوسط العربي لكن شفنا أنه هذه الميزانية اللي تم رصدها لم يدفع منها سوى القليل للقليل لأنه يعني لا تتجاوز 3 مليار تشيكل من بتحمل مسؤولية عدم دفع كل الميزانية؟ هذا قرار حكومي القرار الحكومي يجب تطبيقه متابعته بس إحنا شفنا كمان أنه أنا ما بيجي بلوم اليوم لعضاء القائمة العربية المشتركة بسبب خوض هذه البلاد أربع تجارب انتخابية أو أربع حملات انتخابية متتابعة لمدار سنتين فما كان هناك حتى ما كان في ميزانية للدول يعني أحد الأسباب اللي إحنا ذهبنا بعقابها إلى انتخابات رابعة هو كان ما في ميزانية أو ما تم المصادقة على ميزانية للحكومة فالأمور هي جدا معقدة ما يكون به النائب منصور عباس هي خطوة يعني طرح جديد طريق سياسي جديد نهايته غير معروفة ولكن يعني الخوف ثم الخوف الخوف بأن يفشل هذا الطريق في نهاية المطاف وكل هذه البنود التي سنكتشفها في الأيام القريبة والتي صرح عنها الدكتور منصور عباس إذا ما خرجت إلى حيز التنفيذ سيشكل هذا الموضوع خيبة أمل كبيرة لدى الشباب وأيضا لدى جميع المواطنين فلسطين في البلاد هذا سيكون هذه إذا كانت خيبة أمل نحن نتمنى أن تنجح مساعية في نفس الوقت في نفس الوقت يعني المساعي التي يكون بها بمحاولة تحقيق والحصول على الحكوك والتابعة والتي هي شيء أساسي في داخل دولة الدموقراطية حقنا كل مواطن هو يعني إحنا مش لازم نوصل لهذه المراحل ونكون في عمليات عبثية وعمليات سياسية في طرق واحتيالات حتى نحصل على حقوق اللي هي من الأساس لازم تكون موجودة لإنها ولكن نبدأ أقوله شيء واحد خطوة منصور عباس التي يكون بها الآن هي خطوة يعني راح يكون لها تداعيات كبيرة على المجتمع العربي المجتمع العربي في الداخل مكسوم لك اسمين كسم يؤيد ما يكون به النايب منصور عباس والقائمة العربية الموحدة وكسم معارض لهذا الخط أو لهذا الطريق السياسي أنا أتفهم الطرفين ولكن في نفس الوقت إذا فشل منصور عباس بعد أن دعمه وصوته معه بإعطاء ثقة لتشكيل هذه الحكومة ولم يكن هناك إنجازات هذه سيكون كارثة على المستوى السياسي وأيضا الاجتماعي داخل هذه البلاد المواطنين والفلسطيني الداخل تحدثت عن انكسام في المجتمع العربي أريد أن أتحدث الآن عن الانكسام في المجتمع الإسرائيلي يعني إسرائيل وصلت إلى وضع يخرج فيه قادة الأجهزة الأمنية يحذرون من اغتيال سياسي أو مواجهة عنيفة ما بين المواطنين ونحن نتابع التصريحات والباس نفتالي بنت ويعيد لبيد الكوفية والصور تعيدنا إلى أيام اغتيال رئيس الحكومة السابق تسحاك رابين كيف ترى هذا المشهد؟ هذا المشهد كان متوقع من بداية ولاية فترة حكم بن يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو كما وصفه بعد رجالات الصحافة بأنه ما يسمى في اللغة العبرية مهندس تدعاه يعني مهندس الرأي مهندس الرأي العام حكومة حكومة نتنياهو وتصريحات نتنياهو وعمل نتنياهو والخطوات التي قام بها على أرض الواقع هي حاول أن يغلب الخطاب الديني اليهودي الصهيوني أكثر من الخطاب الوطني الليبرالي المتحرر وبناء الدولة فإحنا شاهدنا أنه يعني حتى إذا بننظر على الحكومة التي ستتشكل في الأيام القريبة إذا تشكلت إحنا بنشوف أنه الموجودين تركيبة الرؤساء الأحزاب هم كانوا مع نتنياهو في نفس الحكومة حتى منه كانوا في نفس الحزب ميرتس كانت داخل الحكومة نتنياهو العمل مع عمير بيرتس كان داخل الحكومة ليبرمن سنوات عديدة كان معاه في الحكومة سنوات عديدة ليبرمن كان معاه بينت أيضا كان معاه في الحكومة ساعر كان معاه في الحكومة قانس كان معاه في الحكومة اليوم إحنا بنسمعه قبل شوي سمعنا نتنياهو وقول لك أنه هذه الحكومة هي حكومة تضليلية قامت بتضليل جمهورة فيعني إذا كل هاي المركبات كانت موجودة معك شو اللي تغير فهو بفكر أنه اللهم نفسي أنه هو بده يستمر يكون هو رئيس الحكومة لعدة أسباب ولكن موضوع التحريد الموجود داخل المجتمع الإسرائيلي والمكسامات الموجودة في داخل المجتمع الإسرائيلي هي بلشت تأخذ منحة وجانب ديني أكثر يعني إحنا بنعرف أنه في جماعات متدينة اللي بتآمن أنه إحنا يجب علينا أن نكون بعدة أعمال منها اللي هي توسيع الاستطان وتكثيف الاستطان حتى يأتي المشيح مثل ما بحكوها هم كسم آخر بقول أنه إحنا مش لازم نعمل إشي رازم نستنى المشيح يجي لعننا فإحنا بدأنا نسمع أنه الطابع الديني يغلب على الطابع السياسي ويغلب على الإيجيولوجية الأحزاب اللي كانت تصرح فيها يعني إحنا شفنا أنه هاي يعني إذا بنفوت على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإلى آخرهم بنشوف الجدلات والنقشات اللي بتدور هناك بنشوف أنه الجدلات والنقشات تدور حول مواضيع اللي هي دينية أكثر ولأنه إحنا بنشوف أنه الأكثر دعم هم يهدو تطرى شاس هذه الأحزاب هي يعني أصبحت بالنسبة للشعب والمواطن اليهودي يشعر بأمان عندما تكون في الحكومة وهذا يغلب الطابع الديني داخل المجتمع الإسرائيلي برأيك أنت ذكرت شاس ويهدو تطرى إذا تشكلت الحكومة حكومة التغيير هل ترى سيناريو أن تنضم شاس أو يهدو تطرى في وقت اللاحق إلى هذا الاتلاف لأنه كما يقال وهذا برأي محللين كثر بأن هذه الأحزاب اعتادت أن تكون فيها السلطة ولا يمكن أن تجلس فيها المعارضة هذه الأحزاب لديها الكثير من المصالح ومن غير الممكن أن تكون بالبقاء مكتوفة الأيدي من دون أن تأخذ نصيبها وحصة الأسد بشكل عام في السنوية السابقة حصة الأسد كانت لهذه الأحزاب من ميزانية الحكومة فإذا هم يراكبون الآن بحظر شديد ما سوف يكون يعني إحنا شفنا أنه يريف لفيني اليوم ما أعلن عن الموعد اللي سيكون فيه وهذا كان طبعا إشارة أنه نتنياهو بعده ما استنفذ جميع الوسائل اللي عنده ومثل ما بيحكوها في وسائل الإعلام العبرية أنه ممكن أنه يخرج الأرنب من كبعة الساحر يعني في إحدى التحليلات ذكر أنه ممكن لهاي الحكومة ما تكمش لثلاث أسباب بالسبب الأول أنه يكون حدث أمني كبير وإحنا شفنا أنه غانت سافر لأميركا للملاد المتحدة بالفترة وكان فيه محاولة تهدئة الخواطر يعني بعض التحليلات بتقول وبعض الأخبار بتقول أنه بايدن يعني رفع إيده عن نتنياهو وأعطى الضوء الأخضر لحكومة يائر لابيدو بيني توغانتس وأنه يعني خلينا إحنا نبدأ في حقبة جديدة تاريخية في الموضوع السياسي في داخل إسرائيل هناك أيضا يعني ممكن أنه يحدث حدث مثل أنه إحنا بنعرف أنه أربخ بعده ما أعطى قراره النهاية ولكن على ما يبدو أنه يميل إلى أنه ما يفشل ولكن إذا تابعنا المشهد السياسي أنه الدكتور أحمد طيبي والكائمة العربية للتغيير بعدها ما أعطت قرارها النهاية هل هي ستدعم في الحكومة أو ما تدعم وهون إحنا شو بنقول أو أن تمتنع يعني أو تمتنع يعني نشفنا أنه الجبهة والحزب الشيعي صدر قرار التجمع أصدر القرار ولكن الحركة العربية للتغيير لم تصدر القرار وهون ممكن إذا أربخ قرر أنه ما يدعم ما يصوت فممكن أنه بيضة الكبان تنتقل من القائمة العربية الموحدة للحركة العربية للتغيير على فكرة الحركة العربية للتغيير كانوا في مرحلة التوصية لدى رئيس الدولة يعني يميلوني إلى التوصية على إيد لبيد ممكن الدعم من الخارج وليس الاشتراك بالدخول إلى إتلاف الحكومي شكرا جزيلا على حضورك لستوديو قناة هلا ناشط السياسي والاجتماعي شكرا لك لجمع المشاهدين تحياتي لك شكرا لك